عزيزة الله بصفة السادس الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنحل النموذج الثاني من نمازج امتحانات التربية الدينية الاسلامية للترمي الأول أولا سؤال القرآن الكريم من صورة الحشر اقرأ ثم أجب قال تعالى والذين تبوأوا الضارة والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أكمل المقصود بيؤثرون يفضلون كلمة خصاصة المقصود بها فكر وحاجة من هم المفلحون كما ذكرت الآيات المفلحون هم الفائزون برضى الله الذين يفضلون غيرهم على أنفسهم مع شدة حاجتهم الفائزون برضى الله الذين يفضلون غيرهم على أنفسهم مع شدة حاجتهم ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ يؤدي انتشار الإيصار بين الناس إلى نشر الأمن في المجتمع صح طبعا لو كل واحد فينا فضل التاني على نفسه هينتشر الأمن في المجتمع صح أثر الأنصار المهاجرين على أنفسهم صح المسلم لا يعاون أخاه خطأ طبعا اكتب مما حفظت من قوله تعالى نون والقلم وما يسترون إلى قوله تعالى فلا تطع المكذبين نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين صدق الله العظيم كده خلصنا من سؤال القرآن الكريم هندخل على سؤال الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه عن مؤمن قربة من قرب الدنيا إلى آخر الحديث اكتب بقية الحديث إحنا هنكمل الحديث المعنى طبعا بس هنقول الأول معاني الكلمات معنى نفسه فرجه معنى نفسه فرجه ومعنى قرب القرب هي جمع قربة يعني عندي الكلمة وجمع وهي الضيق والشدة ضيق والشدة ما جزاء من سطر مسلما يبقى هنقول من سطر مسلما ده جزاء من سطر مسلما من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة تصوير مش واضح معلوش بعد كده بقية الحديث بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشان ما فيش مكان هنقوله برضو بشكل شافة وكده. من نفسه عن مؤمن كربه من قرب الدنيا. نفس الله عنه كربه من قرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. ومن ساطر مسلما ساطره الله في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخي. ده بالنسبة لايه? ده بالنسبة للحديث وتكملة الحديث وده من الاحديث المهمة اللي بتتكرر كتير. فعلشان نأكد عليه. بعد كده بيقول لي ضع علامة صحة أمامه ضع علامة صحة أمام العبارة صحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ إذا وقع زميلي في مشكلة وساعده صح طبعا من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة صح لا يجب عليك أن تيسر على معسر خطأ طبعا إحنا ما قلناش كده لا يجب علي أن أنا الفروع ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ كل مخلوقات الله تدل على وحدانية الله صح العافو عند المقدرة صورة من صور ضعف خطأ طبعا دعا نوح ربه أن يمهل الكفار حتى يؤمنوا خطأ ده إنه دعاه أن يهلكهم تعدد الرؤساء في أي عمل يصلحه خطأ لأنه بيفسده مش بيصلحه لأنه بيختلفه مع بعض زكاة الزروع نصف العشر لما سقيا بالآلة صح وده الحاجة اللي قلنا نأكد عليها اللي هي الزكاة نصف العشر لما سقيا بالآلة لأنه بيتغرم فيها مال أما إذا سقى بماء المطر الزرع سقيا بماء المطر فإنه بيكون زكاته العشر كامل تخير الإجابة صحيحة مما بين القوسان فيما يلي أسلم حمزة رضي الله عنه بعد عودتي من رحلة الصيد استشهد حمزة رضي الله عنه فسماه الرسول سيد الشهداء هو سماه أسد الله سيد الشهداء بس هو طبعا لما كان له دور ملحوظ في غزوة أحد وفي غزوة بدر فأطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله ثم عندما استشهده أطلق عليه سيد الشهداء يبدأ القمر أول الشهر هلال الدعوة إلى الله تكون بالكلمة الطيبة ماذا يحدث لو كان لله شريك في الملك لو كان لله شريك في الملك طبعا حيفسد الكون حيفسد الكون لاختلاف الإلهين هيختلفوا مع بعض ده عايز حاجة وده مش عايزة فبالتالي حيفسد الكون من قصة السيدة خديجة من تخويلد رضي الله عنه اقرأ اسمه أجب في هذه الدار السرية الواسعة نشأت خديجة من تخويلد أراضية هانئة لا تبطرها النعمة تخير السواب مما بين القوسي السرية معناها الغنية هانئة معناها سعيدة ضع علامة صح أو علامة خطأ ميصره كان صديقا لمحمد صلى الله عليه وسلم خطأ طبعا ده كان غلام للسيدة خديجة حرم الإسلام وقت البنات صح طبعا ماذا تعرف عن موقف الإسلام من وقت البنات هنقول حرم الإسلام وقت البنات وجعله جريمة يعاقب فاعلها بدخول النار حرم الإسلام وقت البنات وجعله جريمة يعاقب فاعلها بدخول النار كده يبقى كده انتهينا من حل هذا النموذج من نماذج من تحنات التربية الدينية الإسلامية وطبعا معي هننزل نماذج كتير لو في حد عنده أي سؤال يبعتولي في التعليقات إن شاء الله احنا مستمرين مع بعض بإذن الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته